موسيقى قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إن الولايات المتحدة لا تتسامح مع كراهية وعنف اليمين المتطرف وأضف بينس في مؤتمر صحفي بكولومبيا بأنه لا تسامح مع كراهية وعنف المنادين بتفوق العرق الأبيض والنازيين الجدد وأردف نائب الرئيس الأمريكي أن هذه الجماعات الهامشية الخطيرة ليس لها مكان في الحياة العامة الأمريكية مؤكدا أنه يدونها بأشد العبارات وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات كثيرة ركزت على ما اعتبرته تساهلا من قبله مع منظمات اليمين المتطرف إثر أعمال العنف التي حدثت في مدينة شارلوتس فيلا في ولاية فيرجينيا ما أدى إلى مقتل شخص يوم السبت الماضي نحن لا نتحمل الكراهية والعنف والعنصرية البيضاء والنازيين الجدد وكوك لوكس كلان هذه الجماعات المتطرفة الخطيرة ليس لها مكان في المجتمع الأمريكي ونحن ندينها بكل قوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر